لم تعد تقتصر الرسائل النصية القصيرة التي تصلنا عبر الهاتف النقال في توعية والتحسيس وإبلاغنا بأمر ما فها هي وزارة التربية تحت حدوى بقية الوزارات في تطبيق النظام المعلوماتية حيث أطلقت فضاء خاصاً بأولياء التلاميذ قصد تمكينهم من الشروع في الاطلاع على النتائج المدرسية لأبنائهم وذلك ابتداء من الفصل الثانية وتتمثل الفائدة التي تقدم هذه الأرضية المعلوماتية كمرحلة أولى فيه الاطلاع عن بعض على النتائج الفصلية لأبناء المتمدرسين عبر الفضاء الخاص بالأولياء أعلام الآباء بالمعدلات الفصلية للأبناء عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة أما عن شروط الاستفادة من الخدمات للمهتمين بها فهي كتالية يتعين على الولي تسجيل نفسه في الفضاء الخاص باتباع الخطوات التالية الحصول على شهادة مدرسية حاملة لرقم التغريف المدرسي مستخرجة من النظام المعلوماتي ومنضات من طرف مدير المؤسسة الدخول إلى الموقع الإلكترونية التسجيل الأولي عن طريق اتباع خطوات الموقع طبع استمارة التسجيل التي تحوي مغلومات المتمدرسة توجه الولي إلى المدرسة مرفقاً ببطاقة الهوية لتأكيد تسجيل الأبن واستلام وصل يمنحه مدير المؤسسة تفعيل أرضية مغلوماتية كهذا ستسمح للأولياء بالاطلاع على معدلات أبنائهم ومراجعة الكشف بأريحية تامة وتفادي الضغط الذي كان يحصل لدى استلام الكشوف يدوياً ترجمة نانسي قنقر